أشاد وكيل محافظة شبوى ومشرف قطاع الصحي الدكتور عبدالقوي لمروك بالتحسن الملحوظ والمضطرد في خدمات مستشفى شبوى العام للأممة والطفولة وتمن لمروك خلال زيارته للمستشفى الجهود الطبية التي تبدلها قيادته وكواديره الصحية المتنوعة لافتا بالقدرات التخصصية التي يعمل بها اليوم ومؤكدا على دورها في إعداده كأول مستشفى تخصصي لمرضى الأطفال بالمحافظة مؤكدا حاجتها له نظرا لكثرة هذا النوع من المرضى التي تمثل واحدة من المشكلات الصحية التي تواجه القطاع الصحي على المستويين المحلي والوطني ترجمة نانسي قنقر